وينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغاد محيطين جبريل محيه هل نحن أمام تهديد سببه الإقصاء أم الأمور باتجاه التنفيذ الفعلي يعني بماذا تؤشر المعطيات مساء الخير داليا المعطيات التي أمامنا الآن هناك خطابين من المجلس على النظارات البجر وإن كان كل واحد منهم يمشي في اتياه واحد وهو إغلاق الشرق أو فيما أسموه الإغلاق الأكبر لشرق السودان حديث الناظر ترك نهار اليوم في الخرطوم أرجع تهديدهم بإغلاق شرق السودان لما أسماه أو جدة حديث يمكن أن نلخصه في أنهم غير راضين عن أداء المبعوث الأممي فولكر وهم يقولون إنه همش بعض القوى هناك خطاب آخر أو بيان صدر عن قيادات من المجلس الأعلى للنظارات البجر صباح اليوم آخرون تحدثوا أمام اعتصام في مدينة بورسودان يغلق بوابة الرئاسة الولاية يقولون إن الإغلاق يأتي في مجمل مسببات من مجملها أنهم يريدون أن يضغطوا على المركز والخرطوم أو على الحرومة المركزية في الخرطوم لإلغاء مسار شرق السودان الاتفاق السلام الشامل الذي وقع في جبا أيضا يطالبون بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الشهير وإقالة الوالي الحالي وحكومته والذين وصفوه الوالي المسار أي أنه والعين وفقا لمسار شرق السودان في اتفاق جبا وهم يرفضونه رفضا قاطعا إذن اختلفت الأهداف محي يمكن أن يكون هناك سؤال يعني هناك هدفين يعني يعلن بينما التهديد هو إغلاق الشرق ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف الخطاب بحسب مرابين تحدثنا معهم قبل قليل حول ذلك قدوهم قال أن تيريك ناظر تيريك هو طبعا مقرب من المكون العسكري والداعم لإجراءات 25 أكتوبر التي قام بها الجيش مسألة إغلاق شرق السودان داليا تؤدي إلى خنق الاقتصاد هي واحدة من الأدوات التي تقول الحكومة السابقة التي تمت لطحابها في إجراءات 25 أكتوبر تقول إن الإغلاق السابق جاء لخنق الحكومة السابقة اقتصادية الإطاحة بها وهو تصريح شهير كان لحمدوك آنذاك تيريك ربما يتحاشى الحرج مع حلفائه من العسكريين يقول إن الإغلاق يأتي بسبب تجاوزات لفولكر وتهميش من فولكر وهذا الخطاب طبعا يتماشى الخطاب العسكري الذي انتقد كثيرا الفترة الماضية فولكر بينما هناك قيادات في التحالف البيجم أصدرت بيانات الصباح اليوم كانت واضحة كانت توجه انتقادات لمكونات عسكرية من المنظومة الأمنية الحالية انتقدتها انتقادات مباشرة وواضحة وتقول إن الإغلاق يأتي ليلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام الشامل وهذه الجزئية طبعا يرفضها أو يتحفظ عليهم المكون العسكري بدرجة كبيرة تريك لا يريد أن يخسر قواعده بحسب مراقبين كما أن القيادات الأخرى في التحالف تريد أن ترسل رسائلها المباشرة للحكومة المركزية داليا يبدو أننا أمام تطورات جديدة في ملف شرق السودان تحددها الساعة لكن لغاية اللحظة لم يتم التعاطي أو التواصل مع نظارات البجاء لا من الحكومة المركزية ولا من الممثل الأممي هناك آلية شكلتها الحكومة المركزية أو المكون العسكري شكلها في وقت سابق برئاسة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة هذه اللجنة هي مسؤولة عن إدارة ملف شرق السودان وهي ذات اللجنة التي أقنعت البجاء بإنهاء الإغلاق السابق هذه اللجنة التي ووجهت صباح يوم في بيانين مختلفين بانتقادات حادة من مكوين في شرق السودان ولكن كما أشرت قبل قليل أن تيرك ربما يريد أن يحافظ على العلاقة مع المكوين العسكري لأسباب يطول شرحها وسردها حاليا ولكن مسألة تواصل الأطراف الرسمية مع البجاء حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن اتصالات معهم أو تعاطي رسمي معهم عموما الملف فيه حساسية عالية باعتبار أن هناك تقاطعات عديدة في ملف شرق السودان هو ربما يعتبر الآن حاليا من أعقد الملفات التي تواجهها حكومة المرحلة الانتقالية في كافة مكوناتها منذ سقوط نظام البشير وحتى اليوم يظل ملف شرق السودان هو الملف الأعقد وهو الملف الذي يستهلك مجهود أكبر أو يوازع للأقل مجهودات حل مشاكل المركز هنا أشكرك جزيلا على هذه الإفادة مراسل الغد من الخطوم محيد دين جبني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر